حيث يصادف الأول من أكتوبر اليوم العالمي للقهوة إذ يتم الاحتفال به كفرصة للترويج لهذا المشروب الذي يعتبر الأكثر استهلاكا حول العالم بعد المياه طبعا ليكون من أكثر المشروبات شعبية عن بني البشر ويأتي اليوم العالمي للقهوة كمناسبة هامة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها زراعة البن حول العالم من جهة ولتنشيط ألية التسويق للتجارة العادلة لها من جهة أخرى ووفقا للمنظمة الدولية للقهوة وبحسب أحدث الدراسات الأوروبية المتعلقة باستهلاك القهوة فإن تناول القهوة يسهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعيات الدموية من نبتة غير معروفة إلى مشروب بات يتحكم بمزاج الملايين من البشر حول العالم من موطنها من جنوب غرب إثيوبيا إلى اليمن ومن ثم إلى المعمورة جمعاء انتشرت القهوة المعشوقة السمراء بسرعة كبيرة مستهدفة مزاج عقل الإنسان لتصبح جزءا هاما في كل صباحاته ومساءاته قناعة من نفسه التي باتت تركن إليها حال طلبها الهدوء واستعادة التركيز وزيادة مستويات الطاقة في الجسم الذي تسكنه لتمنحه خفة وحضورا ذهنيا كيف لا؟ وهي المشروب الداكن الذي أضحى من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم بسبب شعبيته العالية في جميع الدول حتى وصل معدل الاستهلاك البشري منه إلى أربعمائة مليار كوب قهوة سنويا قبل ستة قرون لم تكن زراعة البن شيئا مذكورة اليوم أصبحت رقما صعبا في اقتصاديات العديد من الدول التي تبرع في زراعتها لتحرص على إعداد ثمارها وتجهيزها للأسواق المحلية والإقليمية والدولية لتفرض القهوة حضورها وإن اختلف مصدر منشائها في كل وقت وحين وفي متنوع المناسبات وفي معادلة النظام الغذائي للإنسان الذي نجح في كيفية تقديمها ضمن جملة من الخطوات تبدأ في طحميص حبيبات البن ومن ثم طحنها ليبلغ الفوران شدته في ماء مغني قد شغفه حب من امتزجت في مكوناته ليتلقفها فم المتذوق لسحرها كل حسب ثقافته ففي الغرب طريقة تقديم القهوة قد تكون مغايرة عما هي عليه في الشرق في البلاد العربية تتعدد طرق إعداد القهوة لتملأ رائحتها أرجاء البيوت العربية ولتفوح معلنة الترحيب بالأهل والازدقاء ضمن عادات موروثة لم تتغير بفعل تقدم الزمن تعكس كرم الضيافة وأصالة التقليد وفي دول الخليج تحديدا ترتبط القهوة بإرثها الثقافي فعلى وجه الخصوص حظيت القهوة في مملكة البحرين بموفور الاهتمام عبر تاريخ حافل بالعادات العربية الأصيلة لتصبح قيمة ثابتة للجود وحسن تقدير الضيف وما يؤكد على العلاقة القوية التي تجمع الإنسان العربي بالقهوة هي تلك الأرقام التي أظهرت معدل الاستهلاك العربي لمشروب القهوة لتجيء السعودية من بين أكثر عشر دول في العالم باستهلاك القهوة وفي المرتبة الثانية عربيا والأولى خليجيا إذ بلغ معدل استهلاكها السنوي ما يزيد على 90 ألف طن لتأتي البحرين ثانيا والكوي ثالثا على مستوى دول الخليج العربي اهتمام دول المنطقة بالقهوة يبرز أيضا من خلال إقامة العديد من المعارض حيث تنظم البحرين معارض متخصصة لتصبح علامة فارقة في صناعة المعارض وتحديدا تلك التي تحتفي بالقهوة وتؤكد مدى ارتباطها بتاريخ الإنسان العربي والخليجي لتمر عبر رحلة ثقافية متكاملة تعكس ارتباطها واقترانها بهوية المجتمع الخليجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر